يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا صدق الله العظيم الثابت والمتعارف عليه بأمر من الله أن البيت الحرام هو قبلة المسلمين التي يأتيها الناس من كل مكان يدخلوها بأمان يمارسون شعائرهم المقدسة في سكينة وهدوء لا يغير عليهم عدو أو يعكروا صفو عبادتهم أي خطر ثم يعودون إلى بلادهم سالمين غانمين الحج ليس آمنا بات هذا حال بيت الله الحرام تحت حكم العاهل السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان اختلطت الشعائر بالسياسة والمقدسات بالمصالح المشتركة للدول بات السعي بين الصفا والمروى والطواف حول البيت العطيق خطرا ربما يؤدي إلى الاعتقال والترحيل والتنكيل يصل مواطن مصري إلى بلاد الحرمين ممنياً النفس بأداء فريضة الحج توقفه السلطات السعودية يعتقله نجال الأمن بعد تحقيق طويل يتم ترحيله وتسليمه إلى السلطات المصرية والسبب تنسيق أمني بين بن سلمان والسيسي ترحل السعودية بموجبه أي معارض مصري جاء للحج أو العمرة أو الزيارة تكرر الأمر مع مسلم الإيغور سلمهم بن سلمان للصين من أجل علاقات أقوى بين البلدين قوائم طويلة من الممنوعين من دخول السعودية ومن أداء فريضة الحج بينهم علماء ودعاء وشيوخ وسياسيون كثر ما فعلوا شيئاً أو ارتكبوا جرماً أو أخطأوا بحق أحد اللهم إلا معارضة أنظمة بلدانهم التي تربطها بمحمد بن سلمان علاقات وثيقة الحج ليس آمناً مقولة أؤمن بها بشكل شخصي وأطرح بسببها سؤالاً على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لو أن أسامة جويش المواطن المصري والصحفي بقناة مكملين أراد أن يؤدي فرضة الحج فهل يسمح له بتأشير وإذا سمح فهل يؤذن له بالدخول وإذا أذن فهل يعود أسامة سالماً إلى البلد التي جاء منها أسئلة مشروعة مش كده إن كانت إجابتك عليها لا فاعلم يقيناً لأن الحج ليس آمناً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر